خلافاً لسنواتي الماضية شرعت مدريات والتربية عبر الوطن في الدراسة التقنية المبكرة لملفات المترشحين لمسابقة التوظيف التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية موزة مع عملية استقبال الملفات التي تستمر إلى غاية الثاني عشر ماي المقبل في مرحلة الدراسة التقنية اللجنة الولائية المكلفة بهذه الدراسة التقنية والذي يحددها المنشور الوزاري ويحدد أعضاؤها بصورة مباشرة يدرسون هذا الملف قد نسجل عدم تطابق بعض الشهادات في بعض التخصصات وكإجراء جديد لتفادي مرحلة الطعون تشرع بداية من الأسبوع المقبل لجان خاصة تابعة للوظيف العمومية في غربلة الملفات التي لا تتوفر على الشروط المطلوبة على أن تسلم المحاضر التقنية المرفوقة بالتنقيط للمديرية العامة للوظيفة العمومية قبل موعد إجراء المقابلة ربما في بعض المديريات عرفت إسقاط بعض المترشحين بعد الإعلان على نتائجهم وأعتقد أن هذا راجع إلى أخذ المراقبة البعدية إقصاء تخصصة الليسونز في النظام الكلاسيكي من مسابقة تعتبر مصيرية بالنسبة للكثير من حاملية الشهادات العليا يثير الكثير من التساؤلات فهل ستنجح بن غبريد في هذا الامتحان المصري ورد الاعتبار لقطاع ظل لسنوات يتأرجح بين مد الوصاية وجزر النقابات